عملنا أول فيلم وثائقي وده اللي نزل في شهر خمسة اللي فات أكتولي في شهر ستة هو منزلش لسه أنا عملت له بس بريميار افتتاح كانوا فيه جاست لست اللي هما تمرزة كلاينس وتمرزة ستارز بقالهم عشر سنين بنحكي على المشاكل الإمكانيات التحققات اللي قدرنا نوصل لها المايل ستونز الكبيرة اللي قدرنا نوصل لها في الفيلم ده ورينا إزاي الموضة تطورت في مصر وإزاي الموضة إزاي الموضة المصرية تطورت في العالم فده كان أول فيلم وثائقي في الوطن العربي ده تعمل في شهر ستة اللي فات كان فيلم قصير وأنا دلوقتي بنجوشيات مع كذا قناة وكذا بروداكشن هاوس إنها تاخدو لأنه هو فيلم واحد من نوعه وكل اللجوم ستات لأنه بيحكي قصة إزاي الستات تمكين المرأة مهم لأنها هي عنصر مهم في أي في أي ثقافة في العالم لأنها هي اللي بتاخد بالها على البيت هي اللي بتاخد بالها على العيلة الأسرة الشغل فعليها عبء كبير لكن هي مش مش كائن كبير وعضلات فدي حاجة بكبه لازم احتفل بيها فعملت الفيلم اسمه 10 years of evolution عشر سنين من تطوير وبيقدم كونسبت اسمه evolution of the eye تطور أنا اللي هو بيحكي قصة الست اللي عايزة تكافح اللي عايزة تنجح اللي عايزة تعيش حياتها اللي عايزة تبقى ليها بيت وزوج يعني لأنه دايما عندنا في أي سوسايتي بيربط ده بده لو عملت ده بقى مش هتعرفي تعملي ده هو صعب بس هو ممكن يعني حاجة مش مش مستحيلة فحبيت ان انا احكي القصة دي وفي نمازج كتيرة جدا بيكونوا ناس بتشتغل ونكحة جدا في شغلها وبرضو نكحة في بيتها واخد بالها من ولادها ويأي مزبوط ماهنا عشان كده وريت النمازج دي في الفيلم شكرا